مثلا نهاردة اندونيسيا كان فيه ماتشكور ماتشكور الاستاد بياخد اتنين وثلاثين الف فرحوا بيعين اتنين واربعين الف تذكار خلاص بيلعبوا فرقتين فرقة منهم كسبت وفرقة اتغلبت فالجمهور اللي اتغلب زعل ونزل ارض الملعب الشرطة لقت الكلام ده والناس في ارض الملعب ونزلوا ارض الملعب راحوا ابتدوا ايه يضربوا الناس بال القنابل المسيلة للدموع طبعا الناس ابتدى القنابل مش عارف ايه الضرب ابتدوا يجروا حضراتكم طبعا عارفين حادثة دي بتحصل ازاي لانه احنا عندنا كان مصيبة قبل كده عاملة كده الناس ابتدت تجري على البوابات داسوا على بعض على الاقل ميت ما بين 150 ل 170 مصيبة كارثة طبعا الفيفا قال احنا قلنا انه في ماتشات الكورة محدش يستخدم قنابل مسيلة للدموع الشرطة ردت في اندونيسيا قالت لها يا جماعة احنا ما نقدرش نسمح ده تمرد وده حاجة كان لازم نوقف عنده كارثة النهار العالم كله واقف على هذا الامر اما ده حصل الناس بقى فيه مصيبة فتوقف جنب بعض تشوف طب ايه اللي حصل طب ايه الحكاية طب نجيب جهات للتحقيق وعلى فكرة اندونيسيا دي مش بلد يعني ايه ايه كلام دي دولة متقدمة عظيمة كبيرة يعني فيه اشياء كثيرة من النمور يعني وقت ما كان فيه نمور فبنتكلم على هالان مية خمسة وعشرين واحد ماتوا في الحادثة المؤلمة ديت المصائب تقع والحوادث تقع انا دايما بقول كده اهم حاجة انت حتتعامل مع الموضوع دي الزي خلاص فيه مصيبة حصلت هنا بقى القدرة على التعامل هنا القدرة على الاستيعاب القدرة على المدواء القدرة على العلاج فيه حاجات ليه علاقة بالناس وفيه حاجات ليه علاقة بالدولة على فكرة انا مش من الناس اللي بتبرأ الدولة فيه مسئولية جماعية فيه مشاكل اه ليه علاقة بالدولة ليه علاقة بالمسؤولين ليه علاقة بالحاجات دلوقتي ليه علاقة بالحاجات زمان انا ما بهمنيش بقى مين اللي كان السبب وحصل ايه وازاي وكل الكلام ده انا ههمني ان احنا نقدر نبص القدام ونشوف البلد دي تحل مشاكلها ازاي هي دي اهم حاجة انما عايز تستططفل مع العكرة خلق زهيقنا بقى يا عم خلق والله العظيم زهيقنا عايز تنيل الدنيا عالناس وتقول لهم زهيقنا برضو احنا عايزين نحل عايزين البلد دي تستحق تعليم افضل صحة افضل اسكان افضل اكل افضل اسعار افضل كل حاجة افضل لكن كمان انت مش عايش في الامر انت عايش في عالم في مشاكل كتير وفي تعقيدات كتير ربنا سهل ان شاء الله ونقدر نعدي كل هذه الاشياء